شهدت المتاحف بهولندا توافدن وإقبال الملحوظا من طرف الزوار في اليوم الأخير قبل الموعد المحدد لإغلاقها وفقا لقرار السلطات الهولندية تشديد الإجراءات المتخدة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد رئيس الوزراء حذر من إمكانية فرض حضر تجول شامل في المناطق التي لن تتراجع فيها معدلة الإصابة بالوباء ولا شك أن قرار إغلاق المتاحف والمسارح لمدة أسبوعين قرار يحمل وقعا كبيرا على نفسية المواطنين وتغيرا سيطال نظام حياتهم وأعلنت السلطات الصحية الهولندية عن تسجيل 7776 حالة إصابة جديدة بالفيروس كما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إلى 113 حالة خلال 24 ساعة الماضية اشتركوا في القناة